لهذه العمامة شروط وهذه الشروط منها ما هو مختلف فيه ومنها ما ليس بمختلف فيه فيما نعلم يشترط في المسج على العمامة أن تلبس على طهارة وذلك قياسا على المسج على الخفين ولكن الصواب كما هو الرأي الآخر لا يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة وذلك لعدم الدليل قد فعل عليه الصلاة والسلام المسح وأمر به ولم يأتي دليل صريح صحيح في اشتراط ذلك وأما قياس العمامة على الخفين فقياس مع الفارق ذلك لأن الأصلاء في القدم هو الغسل والأصل في الرأس هو المسج ولذا ففي المسج على العمامة ليس فيه فرع ولا أصل ويكفي في رد هذا القياس وجود الفعل والأمر منه عليه الصلاة والسلام للمسج على الخفين وللعمامة وقد فرق بينهما فلو كانت العمامة كالمسج على الخفين في اشتراط الطهارة لأوضح ذلك عليه الصلاة والسلام في القاعدة الأصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة منه عليه الصلاة والسلام لا يجوز